لقد مرت على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة سبعة أسابيع كارثية كان مجلسكم الموقر مطلعاً باستمرار على أبعادها الخطيرة وغير المسبوقة وما تضمنت من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ومنذ بداية هذه الفترة سارع الدولة قطر انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدبلوماسية والجهود السلمية في تسوية النزاعات وبالتنسيق والعمل بشكل تكاملي مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية إلى التواصل عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين والممتحدة سعياً إلى خفض التصعيد وحق ندماء المدنيين ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق صراح الأسرة وإيصال المساعدات العاجلة وفي الأسبوع الماضي أثمرت الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلت بتوجيهات واهتمام شخصي من صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر وبالشراكة مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقاً تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام وتم الاتفاق لاحقاً على تمديدها ليومين إضافيين وإخلاء سبيل أكثر من تسعين أسيرة من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في قطاع غزة ومئة وعشر من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية كما سمحت الهدنة بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة نشكر أعضاء مجلس الأمن على الترحيب بهذه الجهود ونأمل أن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب وسفك الدماء ويقود أيضاً إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر